يعني الجدل كبير قوي بس أنا عايز أقول لكم حاجة الحقيقة وإحنا بنتكلم على حكومة جديدة قبل ما نكون حكومة وقبل ما نتكلم عن قرارات إحنا عايزين نعيد مبدأ الأخلاق يعني مبدأ الأخلاق يعني هي ليه الأخلاق باقت إيه يعني طب هنعمل إيه مفيش بديل للعب مش مهم خلص يعني مش مهم نلعب مصر اسمي كبير جدا لو أنا طلع أمثل مصر إن لم تكن أخلاقي طاليق بإسم مصر اللي أنا هشيله على رأسي من فوق مش لازم ألعب أبدا لأنه مصر كبيرة والنموذج الرياضي هو نموذج ريادي يحتذى به يعني الناس بتبص للشخص الرياضي على إنه رياضة وأخلاق ومنافسة شريفة فالأجيال كلها تبقى رفع رأسها لو أي لعب حقق ميداليا مثلا وعنده بقى مشكلة هنا محلية مش لطيفة وحقق ده لا يتطفق أبدا لأنه أنا عايزة بصله بإنه يعني قبل ما يكون لعب رائع ومصنف وهايل يكون كمان أخلاق قبل كل ده فيعني خلينا نتطفق بإنه أكيد الأخلاق هي الأهم وحنفضل نعلي صوتنا من أجل إن تكون الأخلاق هي القانون السائد دايما في كل شيء